أكد التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة العمل من أجل تحقيق مزيد من التلاحم والتآزر والتعاون على كل المستويات بما يعزز أمن المنطقة ويحقق أهداف التحالف العربي ومن أهمها مواصلة الجهود لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة الشرعية وضمان عدم ترك اليمن ساحة للمغامرات الإجرامية المهددة لأمن ومستقبل الجميع وهنأ التجمع اليمني للإصلاح في بيان له الشعب اليمني والقيادة السياسية وكافة القوى الوطنية والتحالف العربي وعموم المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك وأشهد التجمع اليمني للإصلاح بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في ميادين العزة والكرامة وخص بالتهنئة الذين سطروا بدمائهم الزكية وتضحياتهم الغالية أروع الملاحم البطولية وقال البيان يأتي وأبطال القوات المسلحة على مشارف مدينة الحديدة التي وظفتها الميليشيا لصالح حربها ضد الشعب اليمني منذ الانقلاب وحان الوقت لتحريرها وتشغيلها لصالح اليمنيين وبما يخفف من معاناة المدنيين واعتبر بيان الإصلاح تحرير الحديدة خطوة مهمة على طريق استكمال التحرير الكامل وتطهير العاصمة الصنعاء من براثن الانقلاب الكهنوتي الغاشم اشتركوا في القناة